خلونا نبدأ بأخبار المنتخب الأولمبي البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي بيقرر مغادرة بيرفض مغادرة أي لاعب لمعسكر الفريق قبل ساعات من السفر إلى مدينة نانت الفرنسية ميكالي بيتمسك بسفر إبراهيم عادل لاعب بيراميدز مع بعثة المنتخب الأولمبي لفرنسا بيرفض ترك اللاعب في مصر للمشاركة مع فريقه بيراميدز خلال مباراة الأهلي اللي حتقام يوم 12 يوليو اللي جاي أرجع ميكالي سبب تمسكه بعدم خروج أي لاعب سواء إبراهيم عادل أو أي لاعب تاني من معسكر المنتخب لعدم تمكنه من الاعتماد على محمود صابر في أول مبارتين للمنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية ده ليه؟ ده بسبب إيقاف اللاعب مبارتين وهو حيتحتم عليه ضرورة الاستقرار على التشكيلة اللي حيخوض بيها الوديتين بتوع أوكرانيا والعراق قبل بدء فعاليات الأولمبياد كابتن هاني سعيد المدير الفني الرياضي لنادي بيراميدز أكد على أنه في ظل حاجة الفريق المسه لكل لاعبي خلال منافسات الدوري المصري الممتاز اللي طبعا بينافس فيها فريق بيراميدز على اللقب هو دلوقتي متصدر جدول الترتيب حتى تاريخه وبالتالي نادي بيراميدز بيطلب السماح لللاعب إبراهيم عادل أنه يرجع للنادي بداية من يوم الأربع علشان ينتظم في تدريبات الفريق عنده مباراة مهمة في الدوري يوم الجمعة اللي جاي مع النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر